السلام عليكم وياكم محمد هواوي تسعى لإحتلال عالم الهواتف الذكية جميع الفئات السعرية قدمتنا هاتف الجديد الواي 6 2019 شاشة كبيرة مع بطارية مقبولة ومعالجة أهم أوجه القصور اللي كانت موجودة بالهواتف المنافسة في هذا الفيديو نحن استعرض لكم لمواصفات الرسمية الكاملة للهاتف خليكم يعني كالعادة أول شي نبدو بي التصميم هاتف مصنوع من بلاستيك من مادة البوليكاربونيت المطفي مثلي موجود بالأونار 8C وبأطار من الألمنيوم كذلك يأجب بوزر خفيف 150 غرام وبألوان تشمل اللون الأسود والأزرق والبني شاشة جدت بالاتجاه الأحدث حاليا وهو وجود النوتش على شكل الانفينيت يو مثلي موجود بالريد مي نوت 7 بي الكاميرا الأمامية شاشة من نوع IPS LCD بحجم 6 إنج وبدقة HD Plus 720x1560 بيكسل وبكثافة بيكسلات 122 بيكسل لكل إنج تقدم الشاشة أبعاد عرض بالنسبة 19.5 على 9 والشاشة تحتل من الواجهة الأمامية 87% مثل معلنات الشركة رسميا الشاشة تقدم لنا أداء مرضي وألوان مشبعة بصورة جيدة مقارنة بسعر الهاتف بالأضافة إلى ذلك الهاتف يدعب مستشعر بصامات الأصابع بالجهة الخلفية أما بالنسبة للإعتاد الهاتف مزود بمعالج ميدياتيك Helio A22 تقنية 12 نونومتر بأربعة أنوية وبتردد 2 جيجاهرتز وهو مكافئ بالأداء لسناب دراجون 425 لكن مع استهلاك بطارية أقل والمعالج الرسومي من نوع PowerVR GE8320 أداء المعالج مقبول بالمهام اليومية الخفيفة والمتوسطة كذلك يدعم المعالج تشغيل لعبة البوب جي بس ممكن نشوف تقطيع وهذا طبيعي بالنسبة للفئة السعرية للهاتف وعلى مستوى خيارات التخزين هواوي وفرت الهاتف بذاكرة واحدة عشوائية 2 جيجا بايت يعني صدق تحجي هواوي ما قاعد تشوف السوق وش ديش صير بي تسوينا تليفون ب2 جيجا بايت أغلب الهواتف المتوسطة حتى الاقتصادية 3 جيجا بايت وتصاعد ممكن يشوف ذاك اليوم سامسونج ألنت عن أي عشرة اللي إجابة 2 جيجا بايت وهوايا ناس انتقدوا سامسونج لكن هواوي عادت الكرة بهذا هاتفه وذاكرة تخزين الداخلية رح تكون كذلك وحدة 32 جيجا بايت طبعا هاي ذاكرة تقدر تزيدها عن طريق منفذ البطاقة الخارجية المايكرو اس دي حتى 256 جيجا بايت ملاحظة حبيت أن أوه عليكم أنه تقدر تستخدم شريحة الاتصال وبطاقة الذاكرة الخارجية بنفس الوقت يعني ما تحتاجه شير سيم كارت وضيف البطاقة كذلك الهاتف يجي مسبق مع نظام الاندرويد باي ويعتبر أول هاتف فايل في اسرية يجيب هذا النظام مع واجهة هواوي لEMUI 9 أما بالنسبة للكاميرات الهاتف مزود بكاميرا خلفية وحدة دقة 13 ميجابيكسل فتحة عدسة F1.8 مع فلاش أحادي من نوع لد أما الكاميرا الأمامية فيها بدقة 8 ميجابيكسل فتحة عدسة F2 كذلك مع فلاش أمامي أحادي حتى يزيد كمية الضوات داخل بالأضافة لذلك الهاتف يدعم تصوير فيديوهات الكاميرا خلفية بجودة FHD بدقة 1080 بيكسل معدل 30 أطار بالثاني أما البطارية فهي بساعة 3020 ميلي أمبير يتم شحنها عن طريق منفذ الشحن المايكرو يو اس بي الهاتف ما يدعم لا شحن لاسلكي ولا شحن السريع بالتأكيد يرجع السعره الميزات الأضافية الموجودة بالهاتف يدعم الهاتف شريح 2 اتصال من نوع نانو سيم كذلك يدعم جميع شبكات الاتصال بداية من الجيل الثاني إلى الجيل الرابع وبالنسبة السعر الهاتف هواوي معلنت بعض عن سعره ومعد توفره لكن متوقع يكون بحدود 120 دولار ننتظر الأيام الجاية والتأكيد من هواوي على السعر ومعد التوفر وأعلمكم به إن شاء الله إذا أعجبكم الفيديو لايك وإذا أول مرة تابعون القناة تتمنى منكم من اشتراك وتفعلون زر الجرس حتى تدعموني بتقنيم المزيد من الفيديوهات أشوفكم في فيديو جديد تحياتي لكم في أمان الله موسيقى موسيقى موسيقى